لازمنا معكم أعزائي المشاهدين في برنامج الأستاذ ونستكمل فقرات اليوم مع ضبط العزيزة الأستاذة نجوة سالم رئيس مجلس إدارة جمعية الشهيد أحمد للتنمية أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك حيث أن الجمعيات الخيرية لها دور هام في الدولة ومن تلك الجمعيات هي جمعية الشهيد أحمد للتنمية ونسأل أول سؤال للأستاذة نجوة سالم ما هي فكرة إنشاء الجمعية والله أنا جات لفكرة إنشاء الجمعية ده من الدروس الخصوصية لأن الدروس الخصوصية بتستنزف 3 تربع الدخل من الأسرة وبعدين نرجع بنشتك من غلو الأسعار أو الفواتير بس أنا أخص بالأخص الجمعية اللي هي المرأة المعيلة إنت عندك أي مشكلة في أي بيت هتلاقيها الميزانية الدروس الخصوصية الحصة يعني أقل حاجة 50 جنيه لو عندك طفل واحد بياخد درس هيبقى محتاج من ألف لألف وخمسمائة جنيه تلاتة هيبقى يعني تلات تلاف جنيه هتقعد بقى أنت تحسب الحسب دي كلها فما فيش أسرة عندها يعني تقدر تعمل كده فهي بتساعدهم في إيه بالظبط يعني تدملهم إيه بالظبط تنويل مالي ولا عمالي؟ لأ أنا جات لي بقى الفكرة أن أنا جات بحسبة بسيطة أننا لو جبنا 20 طالب الحصة بحسب بقى برضو بنحارب الكسافة 20 في 4 حصة بـ 80 طالب تمام في الشهر بـ 2400 طالب تمام تمام ده بالنسبة لصف اللي هو أولى ابتدائي تقريبا يعني خلينا في مرحلة ابتدائية في خمس مواد يعني 2400 في خمسة بـ 12 ألف في الصف في المرحلة الابتدائية يعني في ستة 12 ألف في ستة حوالي 72 ألف طالب فدول بيكلفوا 3 بليون و 600 ألف جنيه فإحنا هدفنا بقى في الجماعية الحل للمشكلة ديت إن إحنا هنجيب إن هم بيدعموا الجماعيات اللي إحنا بدل ما نتبرع بكلو لحمة ونعمل كذا بتبقى وجبة يوم إحنا هنعمل فصول هنجيب شباب هيدوا دروس خصوصية كل يوم أربع حصص بس بحيث إن ممكن حد عايز يشتغل بعد الدهر يزود داخله بالنسبة لستة البيت أو ربة المنزل بتبقى ممكن يبقى الفرصة لها للعمل فلو جبنا عشر مدرسين للمرحلة الابتدائية حيكلفونا 450 ألف جنيه في الشهر بحيث إن إحنا هنوفر 3 مليون و 600 ألف جنيه فإنت عندك يعني في حد شاركك في الفكرة ديت يعني لإنشاء إجلامعية والله أنا الفكرة ديت لما لقيت الستة المعيلة إن هي طبعا بتضطر إنها بتشتغل أي شغلانة عشان تعلم أولادها وممكن ما تعرفش وممكن ما يبقاش فيه دخل فأنا بفكرنا إن إحنا نعمل الجامعية بدل ما ندي ألف جنيه في الشهر مثلا أو ندي فلوس إحنا بنوفر فرص عمل لشباب وبنساعد المرأة بطريقة غير مباشرة بطريقة بتحفظ على كراميتها وأدميتها كلمين عن إحصائية الجامعية يعني بتضم كم عامل فيه كم واحد جلي الجامعية أو إحنا الجامعية أنا لسه واخدل تصريح بتاعها في شهر ستة رقم 6655 لألفين وتسعة عشر وأنا أتمنى إن الجامعية بقى فيه دعم لها دعم لها كبير يعني إن هو يقدر يسد بدل ما أنا أتبرع في مكان المكان ده حيعمل لي كيلو لحمة بس أكل يوم للأسرة لأن أنا أريت مرة إن سبعين ألف طن لحمة توزعه في رمضان ده في رمضان بس شوف في السبعين ألف طن حيتكلفه بكيب فإحنا لو إحنا عملنا كده بغير مباشر وحاربنا الدروس الخصوصية وساعدنا المرأة المعيلة حيبقى دي حاجة كويسة جدا تركيز الجامعية على المرأة فقط ولا بتخص الشباب أيضا؟ هو في الأول التركيز على المرأة لأن أنت عندك الزوجة المعيلة بيبقى ما عندهش دخل وممكن بتبقى مش متعلمة وممكن بتعمل حاجات مش كويسة بتبترد بيع نفسها عشان تصرف على ولادها لأن النفقة حتى لو أخدتها وبرضه بأكد النهاية لو أخدتها بتاخد ربع المرتب فأنت عندك ربع المرتب لما يبقى زوج وزوجة بمرتبها ومرتبه مش عارفين يصرف على أسرة هل بما ربع المرتب هي تتحمل المسئولية وتصرف على أسرة فبتضطر أنها تغضب ربنا وتضطر أنها بيع نفسها وتضطر تعمل حاجات مش كويسة للمرأة للمرأة المصرية وبعدين ما نلمش عليها يعني ما نرجحش نقول لا دس لهي عملت جذب هي في الظروف عايزة تأكل ولادها طبعا ما فيش سكن بتبقى عايزة إيجار جديد بتبقى عايزة مياه نور وفي الآخر عايزة تدفع مصاريف برضو مدارس ودروس خصوصية فده طبعا يعني كتير يعني الجمعية بتساعدها بدا كله بتساعدها بدا كله إنها بتوفر لها الدروس الخصوصية تلت تربع الدخل يعني احنا قلنا بتوفر تلت ألاف جدي لو عندنا تلت أطفال بس إنها بتوفر لهم احنا هنعمل الدروس الخصوصية دي مجانية يعني مش هناخد مقابل فأنا بناشد الناس ورجال الأعمال اللي هما بيبرعوا بنجيب كله لحمة وبنجيب بطاطين كل ده مصر ما اغتنتش والأسرة ما اغتنتش لكن انت لو بحزبة بسيطة احنا وفرنا المبالغ دي كلها هنعرف نعيش كويس والمرأة هتعرف تيش بكرامة واحترام تحترم ذاتها هتربنا تفل كويس تفل يعرف ربنا يحب البلد لأن البلد اللي وقفت جنبه كلمين على الإجراءات المطلوبة للتقديم في الجمعية ما فيش الإجراءات إن هما يتسلوا بيه أنا الأرقام موجودة على الشاشة وبنعمل طلب عضوية واللي عايز يبرع برضو بيتسل بيتسل علي باسم الجمعية وإن شاء الله بيبقى خير إن شاء الله أنواع التبرعات بيه تكلمين عنها هي هتبقى يعني التبرعات مادية يعني أنا مش حد الوحدة بطانية لإن أنت بص حضرتك البطاطين بتبقى سيئة جدا خشنة يعني أما تشوفها بتلاقيها أنا حوفر لك العيشة دي هندرس حالات الأطفال اللي هم موجودين عندنا الحالات اللي هي نقدر نساعدهم قوي هنعمل برضو للأم هنعمل لها مشروع وهنقدر نعمل لها مشروع تكسب منه ويدخل لها دخل كويس تمام كلمين عن أهداف الجمعية الهدف الجمعية الارتقاء بالمستوى لأن احنا دلوقتي لما أنا عندي طفل هجيبه أنا عندي طفل دلوقتي هجيبه من الابتداء لحد مرحلة الإعدادة أنه هو مطحون كمان في دروس بكذا فطبعا أنت هتاخد كم النهاردة هتاخد خمسين تب كذا شكل الأم كمان وهي بتديله الفلوس هو بيبقى زعلان وبالأثر على نفسية الطفل لكن لو هي يعني مستريحة نفسيا هتعرف تربي طفل هادي الأعصاب مستريح كمان نفسيا هتعرف تربي سوي يعرف يعني ايه حب يعني ايه قلب يعني ايه إحساس فلو فيه إحساس مش هيبقى فيه جريمة ومش هيبقى فيه قر مش هيبقى فيه الحاجات العنف بتاع الأطفال اللي احنا بنشوفه دلوقتي صح فيه فئات غير قادرة على العيش من غير المساعدة فالجمعية دورها ايه فيه ليهم يعني تقدم لهم مساعدة هتقدم لهم مساعدة ازاي احتطب وبيع ان احنا هنجيب مكان انا بدل مادي الواحدة الف جنيه لمدة عشر شهور لأ احنا هنجيب لها مكان التفصيل انها تعمل مشروع ملايات عندك مشروع فستين الأفراح تمام كل حاجة تخص البيت المصري تمام ونعمل لها المشروع فيه برضو تجميل فيه اكسسورات فيه حاجات كتير او ممكن الزوجة تعملها او المرأة تعملها وهي موجودة في بيتها بين اطفالها يعني بص لما تلاقي هي يعني مورد رزق اكيد هتبقى مبسوطة هنسد عليها اي باب تاني تمام فحتبقى انسانة كويسة سوية حسب قدميتها وكرميتها بينها وبين شعبها تب ايه الفرق بين الجمعية جمعية حضرتك والجمعيات الاخرى ما فيه جمعيات خيرية اخرى كلمين عنها برضو الميزة اللي بتقدمها الجمعية انا اقدر اتكلمك على الجمعية بتاعتي انا انا الجمعية لما انا عملتها لما انا يعني درست ليه بقعد مثلا مع حد او كذا فانا درست ازاي الانسان مش عارف يعيش فعملت احصائية بسيطة بقى برضو انا عندي اولادي مادة اللي همش دروس خصوصية تمام بس حسنا ان لاش هبتبقى احسن فانت لما ما فيش دروس الخصوصية صدقني شيل الميزانية بتاعت الدروس الخصوصية دي للأسرة القادرة تحطها في البنك انت تركيزي يعني بقتل عن الدروس الخصوصية الاستنزاف هو ده نقطة النقطة يعني انت عندك مثلا البلاتو دوت في مثلا يعني حاجة هي جايبة مشكلة فاحنا حطينا ايدنا على المشكلة دي وبنحل المشكلة دي اتحلت المشكلة دي مش هيبقى عندنا اي مشكلات تانية الزوج والزوجة ونسب الطلاق كل خلافاتهم على المادة تمام الزوجة اعصابها دايما متوترة الحصة دي اندفعت تبديق الشهر هيبقى كام بيبقى توطر مفيش وقت حتى تدي ولادها الحب مفيش وقت تدي الجزء كمان الحب فحضراتك بيساعدهم بالثواب المعنوي برضو يعني بتقدم لهم مساعدة معنوية معنوية انا بحل مشكلة الدروس والخصوصية بس اتحلت المشكلة صدقني ما بقاش عندنا مشكلة الجامعية جامعة حضراتك بتقدم مشاريع؟ المشروع احنا حنتفق مع حد في ال اللي هما في الازهر والحرفيين والحاجات دي بندرس الموضوع ده ان هما الحرف اليدوية بنعلم ونجيب نشط ونعمل مشاريع صغيرة تمام يعني لسه فيه خطط جاية للجامعية لسه فيه خطط جاية وفيه اهداف الجامعية لها 17 هدف تم تكلمين عن هدفين 3 منهم؟ خلينا نكمل الدروس الخصوصية لو اتحلت وعرفنا نحلها ان شاء الله يعني بمساعدة المصرين ورجال الاعمال للمرأة المويلة بدلا يعني مش عايز اقولك نبهدلها وتبقى دايما الناس دايسة على كرامتها تمام هيبقى فيه اهداف كتير وحاجات كتير وافكار كتير كمان 17 هدف هيبقى مفيش مشكلة يعني الجامعية ديات من وجهة نظرك ايه حاجة كويسة داخل الدولة ولا هي جامعية حاجة كويسة جدا يعني الجامعية يعني بتسمح انك انت لو فكرت وحلمت بتقدر تغطي الاحلام بتاعتك كلها يعني انا لو انا هعمل دروس خصوصية لمصر كلها فانا بالمساعدة والدعم هقدر بالجامعية اعمل دروس خصوصية لمصر كلها هي حتطولني ان انا اعمل في الصعيد وحتطولني اعمل في الكرة وفي المدن برضو في الاماكن اش هقولك العائلة الشوائية يعني الجامعية يعني ماشي على المحافظات او انا واخدت تصريح لجميع عن حي الجمهورية لجميع عن حي الجمهورية للمساعدات ايه النصيحة الاخيرة التي تحب تقدمها للأفراد للمشاركة في تلك الأعمال الخيرية ان احنا نفكر نفكر قبل ما نعمل خير احنا الخير ده هنعمله هل الخير ده حيساعد الناس كتير ولا حيساعدهم دلوقتي انا مش عايزة حل المشكلة دلوقتي صدقني الكيس اللي هو اللحمة خلينا اتكلم بعفويتي الكيس اللحمة اللي انا بديهوله هم بيكلوا بعد ساعتين بيجوع تمام فانا عايزة حل مشكلة بعيدة المدى مشكلة من جذورها يبقى ما فيش مشكلة تاني يعني بعد عشرين سنة الالف وخمسمائة جنيه اللي انا بتفعه للطالب لو انا حطتهله ببنك صدقني هيعمل مشروح يبقى انسان كويس جدا لكن انت بعد عشرين سنة بيبقى الاسرة استنزفت كل دخلها من الاب والام وبيطلع الولد برضو بيشتغل تاني بالف وبيتين وبعدين بيدي ولاده دروس خصوصية فبتلاقيك انت في نفس الساقية وما فوقتش تمام أستاذة نجوى السالم الرئيس مجلس إدارة جمعية الشعيد أحمد للتنمية أحمد حسن للتنمية شعيد أحمد حسن للتنمية شرفتيني ولينا لقاء تاني بإذن الله إن شاء الله نستكمل فقراتنا في برنامج الأستاذ تابعونا